حصري ولأول مرة على اليوتيوب صلصة مكرونة الانسجام بكل أسرارها المكرونة بتاعت المحلات الشعبي وعربيات الشارع بسر صلصة مكرونة الانسجام شايفين يا جماعة الصلصة عاملة إزاي والمكرونة عاملة إزاي عايز أقول لكم حصريا ولأول مرة على اليوتيوب بسر وتكات كل المحلات مش هتلاقوها في أي مكان تاني شايفين يا جماعة المكرونة وشايفين الصلصة عاملة إزاي طبعا أكيد الصورة أبلغ عن الكلام عايز أقول لكم وصفة سهلة واقتصادية وموفرة ومع بعض هنقول وداعا لشراء مكرونة الشارع لأن خلاص بقى معانا السر في البيت نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أول حاجة كده جماعة المعيور ده يكفي خمس أفراد تمام كده تمام كده هنجيب 3 حبيات من الطماطم زي ما انتو شايفين حباية كبيرة وحبيتين متوسطتين بعد كده هننزل عليهم كده بشوية مية سخنة من الكتل وهنسيبهم كده على جنب عايز أقول لكم يا جماعة الوصفة حلوة بس نركز بس في التفاصيل وبعد كده هنجيب الحلة بتاعتنا هنجيب المكرونة اللي هي الاسباكتي هناخد نص الكيس يا جماعة زي ما انتو شايفين كده هناخد جزء نقسمه نصين يعني كده نص يبقى في الحلة ونص يبقى في الكيس وبعد كده هنحتاج كبيتين ونص الى 3 كبيات من المكرونة اللي هي الصغيرة اللي هي الخواتم الصغيرة هننزل عليها بقى بمية مغلية ونص معلقة صغيرة من الملح وهنقلب وهنسيبها بقى تتسلق على جنب بعد كده هنجيب بصلاية زي ما انتو شايفين البصل الابيض موجود دلوقتي في السوق وسعره 10 جنيه هنبدأ نشيل القشر كده يا جماعة وبعد كده هنبدأ نقطعها جوانح ولكن الجوانح تكون صغيرة وركزوا في التفصيلة دي لان فيه تفصيلة تانية هتجيلكم قدام شوية هنقطع زي ما حضراتكم شايفين كده البصلة جوانح ولكن تكون صغيرة ووقات ممكن تقطعها مربعات زي ما انتو شايفين بالشكل دوت وطبعا هنحاول با ايدينا كده نطلع البصل اللي هو لازق في بعضه يعني بالشكل اللي انتو شايفينه ده بعد كده بقى هنجيب التواصل بتاعتنا وهنبدأ ننزل بمعيار الزيت اللي اقول لكم عليه اول حاجة هننزل بربع كبية من الزيت وبعد كده هننزل بربع كبية تانية من الزيت وبعد كده بقى هنبدأ نسخن الزيت كويس جدا واول ما يبدأ انه هو يسخن هنبدأ ننزل عليه بالبصل بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده هنبدأ بقى جماعة نقلبوا كده لغاية ما يوصل لللون اللي انتو شايفينه ايوا اسويت بالشكل ده طبعا ناخد بالنا احنا مش عايزين نحرقه خالص او يتفحم ولكن هيكون لونه بالشكل ده هنجيب بقى الهون بتاعنا وطبعا هنصفي البصل بتاعنا من الزيت خالص وهنبدأ بقى ندقه كده ممكن بقى دينا عادي نفرفته ممكن باي حاجة عندكم يعني مفيش مشكلة ممكن بقى ديك وتبدأ وتضغطه عليه برضو تمام كده الزيت بقى اللي تبقى من البصل هننزل عليه بمعلقتين صغيرين من السكر وبعد كده هنبدأ نقلبهم كويس جدا نحطهم على النار لمدة ديقتين بس علشان السكر يتكرمل معينا وبعد كده هنجيب بصلاية تانية هنبدأ ان احنا نقطعها جوانح ولكن المرة دي هتكون الجوانح كبيرة مش هتكون صغيرة زي المرة اللي فاتت وبعد كده هنجيب اي حل عندنا هننزل بس كده ب 3-4 معلق كبار من الزيت وهنبدأ ننزل بالبصل بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وبعد كده هنبدأ بقى نحمرها ولكن لغاية ما توصل باللون اللي انتو شايفينه ده اللون الدهبي هنبدأ بقى نضيف البصلة اللي كانت محروقة شوية مع البصلة اللي كانت نص دهبي كده زي ما انتو شايفين ونبدأ نطحنهم كويس جدا كده بأيدينا او بالهون بعد كده هنجيب الثلاث حبات من الطماطم هنبدأ انقشر كده الطماطم بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبالسكينة هنبدأ نقطع بقى الطماطم بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين وبس كده يا جماعة هنبدأ بقى نجيب الطاصة بتاعتنا اللي فيها السكر بعد ما تكرمل هننزل بالتلات حبات من الطماطم وهننزل بمعلقتين كبار ونص من معجون صلصة الطماطم اي نوع حضراتكم بتحبوه وبعد كده بقى هننزل بالبهارات بتاعتنا هنضيف نص معلقة صغيرة من الملح وبعد كده هنبدأ ان احنا نضيف بقى البهارات يعني نص معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الكمون ورشة بسيطة كده من الفلفل الاسود ساكتين ليه ما تصالوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى من حضراتكم تدسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجراز على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد بداينا كده نبص على المكارونة بتاعتنا وعايز أقول لكم للوتوها لازقف بعض ممكن تاخدوا كده الصينية اللي فيها المكارونة تحت الميا سواء بردة او سخنة ترشوها كده هتلاقوها فكت من بعض وبعد كده بقى هنجيب بقى الصلصة بتاعتنا بعد ما سبناها كده خمس دقيق على نار عالية هنبدأ ننزل بالبصلة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين البصلتين البصلة اللي كانت محروقة شوية والبصلة اللي كانت نص ونص ونبدأ نقلب كده على نار متوسطة لمدة خمس دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده شايفين يا جماعة الجمال عايز أقول لكم الريحة جابت آخر الشارع الله بجد يا جماعة حاجة حلوة جدا جدا ناخد بالنا بقى يا جماعة متركة اللي جاية دي لان دي أهم حاجة في وصفة النهاردة هنضيف بقى يا جماعة كوبية من الميا المغلية ولازم كوبية من الميا المغلية علشان فيه أي حاجة تكون فيها تكتلات كلها تبدأ تستوي أكتر وأكتر وبعد ما نضيف الكوبية هنقلب كويس جدا بالسباتيولة ونحطها بقى على النار وأول ما تبدأ تقلب هنوطي خالص لغاية ما نوصل للكوام اللي انتو بتحبوه اطباق بقى محلات الكشر يا جماعة اللي اطباق القديمة الجميلة بتاعتنا دي هنبدأ نغري في الماكرونة وننزل بالسلسة وعايز أقول لكم من أجمل وأحدى الوصفات أنا مبسوط إن أنا مش اشتري خلاص ماكرونة من الشارع تاني أشوفكم على خير والسلام عليكم في حفظ اللي جميعا